أول خمس دقيق عشر دقيق في اليوم بتحدد اليوم كله بنسبالك متخيلة دي؟ لا أنا دي أم مؤمنة بيها بصراحة أول وقت هو المحور الأساسي اللي بيحددلك اليوم كله حيمشي إزاي؟ يقام ما يمشي وانت متوترة ومتضايقة ومنفعة لتنزل بقى الدور العربية لأسران بقى الكويتش نايم ولا حاجة اليوم من أوله توطرك والتنقية كان التقاط سلبية فنبدأ اليوم بشكل حلو بداية دي مهمة جدا ونحفزهم كويس يلا بقى عشان نبدأ المذاكرة نقعد نذاكرة مع بعض أو يلا تروح للمدرسة وترجع يعني فكرة أن أنت تبدأ اليوم بداية جميلة دي ليكي وليهم صح طيب بعد كده عمش أقولك بقى تمرات رضيق حتى والله لو حاجة بسيطة اللي هو عرف الثاني مادة ده والله بيفرق كتير ده كفية حضرتك والله إن هي أم يصحو مش متوترين مهمة جدا يعني دايب أليه تأسير أعايز أقولك أن في ناس كتير بتعتبر أن برضو مارسة الرياضة حتى بقدر خفيف لو شوية ستريتشات إطالة اللي بيعملوها حتى الرياضين دي لمدة دقتين ثلاثة حاجة بسيطة الرياضة مهمة طبعا حتدي باور حتدي طاقة نشط العقل وتنشط تجارة در الدمهية في الجسم بوس تلاقي الإنسان نفسه بقى حالته مختلفة حاجات بسيطة ممكن متاخدش ديئة أو دقتين لكن إحنا لها تأسير طبعا بنتخيل لدينا الفكرة إيه معدناش وقت لأ أنت بتهيق لك يعني أنت بتهيق لك هو اليوم طويل بس إحنا اللي بنوطر نفسنا إحنا نوطر نفسنا وحاول دايما بالنسبة للأطفال أو الطلبة إن هما يبدأوا يومهم المنبهات ماشي مطلوبة وكل حاجة بس مهم يكون فيه عصير فرش يكون فيه فطار كويس الأكل بيأثر طبعا طبعا لأن هقولك حاجة الإنسان اللي ما يكون يعني مش متغازي كويس نفسه بيبقى متوتر عصبي لكن لما يكون شوية جوة شوية جوة حقل سليم في الجسم سليم طبعا وفيه ناس كتير على فكرة بمتعودها للأسف الشهيد الصبح ما تشربش غير القهوة أو الكوفي بتاعهم وينزل شغله أو ينزل درسته أو ينزل كلياته ويفطر مثلا الساعة 12 الساعة واحدة ده بيقلل من تركيزه وانتباهه طبعا قلل من تركيزه وبيخليه شوية متوتر على خفيف اللي هو جعين طبعا عايزة يقول عايزة أفطر ما فطرتش ليه يا عم أنت كنت في البيت حتى لو فطر خفيف يعني مش هزين كنتي لكن في العناصر الأساسية طبعا ده مهم لأن أعايزة أقولك الأجالة جيدة برضو معظمان بيحبوش أكله بيأكلوا حاجات غريبة كده بيجيبوها مش هنزكر أسماء يعني يجيبوها الأكل اللي احنا كنا نأكله زمان ده لصحتهم وتركيزهم نضغط عليهم شوية وبشكل حلو ونكون حرسين على دي برضو هتدي طاقة وتدي باور مهمة جدا كزا نقطة مهمة جدا بقى قادينا بفضل اللي انت حضرك بتقولي ده اللي هو العكس اللي همهات بتعمله احنا عايزين نقول بقى الصح عايزة أقول لهم حاجة مهمة جدا ان احنا لازم نعلي نعمل enhanced self-esteem اللي هو نعليه معظم اللي همهات بيعمله العكس اللي هو inroad self-esteem اللي هو لا أنا عايزة أعلي الطاقة دي عايزة أعلي تقدير الزات بلاش أقول لهم انت عمرك ما جوابت كويس في امتحان انت المدرسين أو انت المدرسين بيشتكوا منك لا دي كل حاجات دي انت لا أنا هنا بوقع أنا عايزة أعلي تقدير الزات أقول لهم انت شاطر انت ولد كويس انت ساعتهم ياخدوا مدرس يقول لك لا عمد لا انت مقتهد مقتهد انت كنت كويس ده المدرس اذا افترضنا قال لك كده لا ده فيه واحد تاني قال حاجة تانية مش فاكر ده من أنقله للصورة الإيجابية اللي اتقلت له مش العكس عارفة ساعات الأمهات بيعملوا اي يا دينا بيعملوا انه المدرس قال عليك كذا ده انت مش نافع فبيتزود القصة صح يبقى المدرس لمس عنده حاجة قوية عمله بيسموها كده حتة كده صغيرة انت خلتيها عقدة كبرتيها كبرتيها ووصلتي له احساس نفسه انه ليل او مش هيقدر لا انا عايز تعمل العكس حتى لو فيه حاجات عنده ضعيفة انت لما بتدوسي على نقاط قويته وتقوله انت كويس وتحاول تشوف حاجات كويسة عنده هنتكلم دي باستفادة شوية اكتر لان دي مهمة جدا هتخليه احساسه بنفسه يعلى قدرته على الاستعاب بتزيد لان هو لما يحس ان هو احسن لا حيلق المناهج قدامه بسيطة